السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس ان شاء الله اليوم هنبلش بالدرس الثاني وهو مجموعة البناء البروتينا قبل ما نفوت ان شاء الله على درسنا الثاني بدنا نتعرف على او نعمل مراجعة سريعة للمواد اللازم لاجسامنا تحدثنا في الفيديو السابق او في الدرس السابق انه اجسامنا تحتاج الى الكثير من المواد من اين تحصل اجسامنا على المواد اللازمة لبقائها صحية ولبقائنا على قيد الحياة قلنا انه اجسامنا تحصل على المواد اللازمة لها عن طريق الطعام وحكينا المواد اللازمة لاجسامنا هي الكربوهايدرات والدهون وهي مواد نحصل عليها من الطعام ضرورية لامداد اجسامنا بالطاقة حكينا اجسامنا ايضا تحتاج الى البروتين وهي مواد تلزم للنمو وحكينا اجسامنا ايضا تحتاج الى الاملاح والفيتامينات الموجودة في الطعام وهي مواد ضرورية للوقاية من الأمراض وتكلمنا أيضا أن أجسامنا تحتاج إلى الماء وحكينا فوائد الماء لكن إن شاء الله سنتحدث عنها بتفصيل أكثر لاحقا نرجع لدرسنا اليوم درسنا اليوم هو مجموعة البناء لبروتينات اللي بنا نتعرف اللي عليه اليوم يا سادس في هذا الدرس بنا نتعرف على ما هي البروتينات لماذا البروتينات ضرورية لأجسامنا وعلى بعض الأغذية الغنية بالبروتينات هدول الثلاث نقاط هي النقاط المطلوب إننا نعرفها في درسنا لهذا اليوم نيجي نحكي البروتينات البروتينات كتعريف مبسط هي مواد موجودة في الطعام تحتاج إليها أجسامنا إذن البروتينات مواد متوفرة بالطعام لماذا البروتينات مهمة لأجسامنا ذاكرنا في الكتاب لدينا نقطين الأهمية الأولى لبروتينات البروتينات ضرورية لنمو أجسامنا كمان مرة البروتينات ضرورية لعملية نمو الأجسام لعملية بناء الأجسام مشان هيك سميت هاي البروتينات بمجموعة البناء ليش؟ لأنها ضرورية لبناء الجسم أو ضرورية لنمو الجسم هاي الفائد الأولى الفائد الثانية تدخل البروتينات في تركيب أجسامنا في تركيب خلاينا في تركيب أنسجة أجسامنا حتى في تركيب الكثير من المواد الموجودة في أجسامنا مثل إيش؟ مثل الهيرمونات مثل خلايا الدم الحمراء مثل تركيب العظام مثل تركيب الجلد تركيب الشعر الكثير الكثير من الأعضاء والمواد والأجزاء الموجودة في أجسامنا فعليا يدخل البروتينات في تركيبها وفي صناعتها إذن كمان مرة شو أهمية البروتينات لأجسامنا الأهمية الأولى النمو أو البناء الأهمية الثانية أنه يدخل في تركيب الكثير من المواد الموجودة في أجسامنا نجي نتعرف على الأغذية الغنية بالبروتينات الأغذية الغنية بالبروتينات يا سادس في عنا أغذية من مصادر نباتية يعني نحصل عليها من النباتات وفي عنا أغذية من مصادر حيوانية يعني نحصل عليها من الحيوانات الأغذية اللي من مصادر نباتية الغنية بالبروتينات كثيرة جدا أهم الأغذية الغنية بالبروتينات من مصادر نباتية عندنا العدس لدينا الحمص والفول إذن عدس حمص فول من النباتات أو البقوليات الغنية بالبروتين يوجد غيرها لكن هدول أهم النباتات الموجودة في كتابنا اللي ذاكر لنا إنها غنية بالبروتين نيجي للمصادر الحيوانية المصادر الحيوانية الغنية بالبروتين لدينا الحليب الحليب غني جدا بالبروتين عشان هيك بننصح الأطفال إنهم يتناولوا الحليب بكثرة لكثرة فوائده أول إشي غني بالدهون للطاقة غني بالبروتين بالدهون غني بالبروتين للنمو وحتعرفوا بعدين إنه غني بالكالسيوم أيضا لصحة العظم اللحوم أيضا غنية بالبروتين بالإضافة إنها غنية بالدهون كذلك البايد برضو من المصادر الحيوانية أو الأغذية المأخوذة من المصادر الحيوانية وتكون غنية فعلا بالبروتين هذا فعليا درسنا لليوم يا سادس عليك تعرف شو يعني البروتين مواد موجودة في الطعام ضرورية لأجسانة وتعرف شو أهميتها هدول النقطتين النموة تدخل في تركيب الخلايا والأنسجة وشو الأغذية الغنية بالبروتينات هدول هم الثلاث نقاط المطلوبين منها نتعرف مع بعض على هذا الشكل أو على هذا الجدول في هذا الجدول مبين لنا الأغذية النباتية الغنية بالبروتينات مثل البازلة المجففة، فول سوداني، عدس، حمص، حبوب السمسن أنا مش هطلب منك أنك طبعا مش مطلوب حفظ أبدا ومش هطلب منك أنك تكون عارف أنه كل 100 جرام من البازلة بيكون فيها 33 جرام من البروتينات أو كل 100 جرام من الفول السوداني مطلوب يوجد فيه 25 جرام من البروتينات بس حلو أنك تعرف أنه هاي الأغذية النباتية هي من الأغذية الغنية بالبروتينات فقط الإشي الثاني اللي بنا نعرفه يا سادس نتفرج مع بعض على هاي الصورة هاي الصورة برضو بتبين لنا بعض الأغذية الحيوانية الغنية بالبروتين ومتل ما حكينا البروتين ضروري للنمو عشان هيك الأطفال بننصحهم إنهم يكثروا من تناول الحليب تناول الدجاج، البيض، اللحوم كل هاي الأغذية أيضا من الأغذية الغنية بالبروتين آخر شي مع بعض يا سادس نتطلع على أطور معرفتي هذا بدي أتركه واجب لكم، ماشي؟ ما بدي تعملوا للوحة هو طالب منكم إنه نقص البروتين طبعا يؤدي إلى خلل في نمو والأجسام خاصة عند الأطفال أعطيني بعض الأغذية اللي لازم إحنا يعني إنه نقدمها للأطفال مشان إنحسن النمو عندهم وتكون كمية البروتين في هذا الغذاء كافي هذا واجب عليك هسا أقوم تعلمي وأتأمل فيه أول شي، سؤال الأول أذكر ثلاثة أغذية غنية بالبروتين هاي أمي كثير من الأغذية لدينا غنية بالبروتين خاصة اللي ذكرناهم هلا إذا حبيت تحكي من مصادر نباتية تحكي لي عدس حم وصفور إذا حبيت تحكي من مصادر حيوانية بإمكانك تحكي لي أمس الحليب، اللحوم، البيب من الأغذية الغنية بالبروتين أوكي نيجي مع بعض عند ما فائدة تناول الأغذية الغنية بالبروتين للجسم هلا حكينا البروتين هاي الجواب البروتين ضروري لنمو الجسم البروتين ضروري لأنه يدخل فيه تركيب الخلايا والأنسجة وكثير من الأشياء الموجودة في أجسامنا السؤال الأخير بيحكي لنا العدس غذاء مفيد ليش؟ هلا حكينا العدس من الأغذية الغنية بالبروتين والبروتين ضروري لنمو أجسامنا والبروتين يدخل فيه تركيب الكثير من الأعضاء والأنسجة والخلايا والشعر والهرمونات في أجسامنا لذلك العدس ضروري ليوفر لنا الكمية الكافية من البروتين التي تحتاجها أجسامنا وبهيكي بنكون يا سادس خلصنا درسنا درسنا كتير بسيط وسهل يعطيكم ألف عافية